السلام عليكم طلبة المرحلة الرابعة معكم الدكتور أحمد سعدي دكتوراء أحيال مجهرية بعد أن أتممنا العام الماضي بنجاح ستكون هذه السنة الدراسية إن شاء الله بالاعتماد على التعليم المدمج حيث أن كما أبلغناكم سيكون هذه السنة الدراسية فيها تعليم ألكتروني وكذلك توجد معها محاضرات مادة العملي بصورة منفصلة وفي المختبرات وسأكون أنا المسؤول عن مادة الإمبريولوجي الإجنة في النظري وكذلك مسؤول عن مادة الإمبريولوجي العملي تحت كإشراف على هذه المادة والبراكتكال سوف نبدأ في مادة الإمبريولوجي علم الأجنة ما هو علم الأجنة وكيف هي تقسيماته وما فائدته وما الطرق تصنيفه فطبعا تكون هذه السنة نعتمد على نظام المناقشة حيث أن المحاضرة سوف يتم طرحها في كفيديو على برنامج الإد مودو وكذلك على اليوتيوب وعندما تنتهي المحاضرة تبدأ وقت لدينا لتبدأ عملية المناقشة سيكون نظامي في هذا العام الدراسي أنه بعد تمام المناقشة سوف تبدأ لدينا امتحانات قصيرة ما يعرف بالكوز في نهاية كل مناقشة يعني آخر 15 دقيقة ربع ساعة سوف تكون هلالك لدينا الكوز بسيط سوف نبدأ الآن في المحاضرة الأولى ما هو الامبريولوجي هو علم التطور أو علم الم ما يريد اصطلاحا يكون أكثر دقة هو علم التكون فالنسبة ليه تعريف الامبريولوجي The study of development of an organism from fertilization to birth حيث يتبدأ عملية تكون الجنين من مراحل تكوين الخلايا الجنينية وبعدها الإخصاب وبعدها استمرار الانقسامات إلى أن يحدث ولادة كائن أو تكون كائن جديد مشابه إلى سلالة الأبوين هذا العلم أو هذه الآلية تحافظ على الحيوان أو الكائن الحي بصورة عامة وليس فقط حيوانات أو الأنمال تحتاجها حتى لتحافظ على ديمومة نوعها ديمومة بقاءها حيث عندما يتولد نوع بعد نوع عندما يتولد من نفس النوع كائن من أبوين وهكذا من الآباء تتكون أبناء ومن ثم أبناء الأبناء والأحفاد هذا لضمان استمرار الكائن أو استمرار الصنف أو النوع من هذا الكائن الحي فيحفظها من الإنقراض من المفترسات والبراسايتس المتطفلات عليها ومن الظروف البيئية والبوليوشن التلوث وعوامل أخرى حتى يكون شنو استمرارية لهذا النوع أو الكائن طبعا يكون نوعا لأستمرارية أو إنشاء كائن جديد يأما يكون أسكشوال ريبروديكشن إنتاج لا جنسي وسيكشوال ريبروديكشن اللي هو التكاثر أو التكاثر الجنسي نجي الآن نتطرق للنوع الأول وهو يكون الأبسط اللي هو أسكشوال اللاجنسي طبعا يكون هذا النوع يعمى موجود طبعا بال يعني ينتج لكائن من كائن واحد يعني لا يحتاج إلى وجود كابول لا يحتاج إلى وجود زوج ذكر وأنثى هنا يحتاج فقط إلى كائن واحد من هذا الكائن سوف يتكون كائن ابن جديد لهذا الأب أو الخلية الأب أما يكون عن طريق السبلت الانفصال أو عن طريق التبرعم أو عن طريق فيكون مثل طبعا البكترية تكون هي هذه الانفصال أو التبرعم أو التحبب يعني وهكذا فيكون هنا يضطي هاف هاردتاري يعني صفات وراثية تكون مطابقة هاردتاري مطابقة تماما للأب للكائن الأبوي تكون هذه الخلايا أو الأبناء التي تتولدت بالانشطار أو الانقسام اللا جنسي مطابقة تماما لما موجود في الآباء نجي على النوع الثاني اللي هو سكشوال بروديكشن السكشوال بروديكشن اللي هو الجنسي يجب أن تحتوي في هذه الحالة على كائنين ذكروا فهذه كائنين تنتج لي سبيرمز نطاف أند إيج والبيون حتى تحدث لعملية التكاثر الجنسي سكشوال بروديكشن فتنتج لي الفرتلايز إيج وبعدين طبعا الفرتلايز إيج أو زايقوت ما يعرف الزايقوت وبعدين طبعا تستمر الانقسامات لهذه الخلية وتكون مئات وملايين الخلايا فيما بعد يكون الحي الجديد بوث السكشوال وأسكشوال نيناتن هذه النوعين من التكاثرات تمر عبرة تمر عبرة مظاهر تحدث في هذه الخلايا لإنتاج كائم حي جزياد أولا بالنشوء النشوء الخلقي والنشوء الخلقي والفايلوجينيك ديفلوبمنت اللي هو التطور الخلقي نجعلها أولا الونكوجينيك ديفلوبمنت هو يعتبر تطور تاريخي وتطور يمثل تطور الأنواع الكائنات الحية which include embryogenesis يضمن هذا الأنتوجينيك ضمن embryogenesis التكون الجنين وطبعا embryogenesis هنا يعرف ب development of a new individual from the zygote and the blastogenesis هي تطور الكائن من الزيقote البيضة المخصبة أما blastogenesis شنو يعني development of a new individual from the sexual reproduction يعني تطور كائن جديد من التكاثر الجنسي أو ناتج عن التكاثر الجنسي عندنا different concept عندنا مفاهيم أو مصطلحات مختلفة بين embryogenesis أو في مصطلح embryogenesis الديفلوبمنت الديفلوبمنت is that الديفلوبمنت is a wider term than the embryogenesis يعني يعتبر ال embryogenesis كتطور كلمة الديفلوبمنت تطور وتكون الجنين وتطوره طبعا يكون أوسع اصطلاحا من كلمة ال embryogenesis تضمن بكليش because it's include all the change that undergo in the organism from the fertilized egg until death هنا يختلف الديفلوبمنت عن embryogenesis ما هو الفرق الديفلوبمنت تضم كل التغيرات اللي تحدث للكائن الحي منث تكون البيضة المخصبة fertilized egg أو zygote لحد until death لحد الوفاة بالنسبة للكائن الحي لمختلف أنواعه بينما هناك عندنا من ذكرنا embryogenesis يكون لحد البرث لحد الولاد في بمصطلح آخر meaning the life history of the organism يعني تاريخ ال تاريخ وجود وحياة الكائن الحي هنا عنوان يقول أكثر الحيوانات تمر بمرحلتين حرجتين two distinct periods when and their life history ما هو life history يعني development ليس embryogenesis هي مثل ما طرقنا سابقا embryonic period يعني المرحلة الجنينية يعني ما يعرف بتكوين الجنين أو embryogenesis هي المرحلة الأولى من مراحل development أنا قلت لكم سأقول ذكرت لكم أنه development أوسع من مصطلح embryogenesis فالمرحلة الأولى من مراحل development هي embryogenesis أو embryonic period embryonic period or called prenatal period أو يعني pre معناها قبل natal ولادة الجنين ولادة الطفل أو الابن أو الجنين أو الكائن الحي الجديد this represents the period in the egg or inside the body of the mother يكون في مراحل بعد الكائن في داخل رحم أمه أو في داخل البيضة قبل أن تفقص بالنسبة للحيوانات البيضة أما بالنسبة للحيوانات الأولوذة هذه المرحلة تمثل وجود الكائن في داخل أو تطور تكون الكائن لكن وين في داخل رحم الأم أو إذا بيوضة في داخل البيض كما ذكرنا سابقا هنا نجي المرحلة الثانية من مراحل development اللي هي post embryonic period بعد ما تكون الجنين post natal period this period extend from that hatching تفقص البيضة من فقص البيضة هذه تبدأ هذه مرحلة بعد ما يخرج الكائن حي إلى الخارج فإذا هي بيوضة تكون hatching تنكسر البيضة أو تفقص وبالنسبة للولودة تكون birth up to the natural death يعني ولادة يخرج إلى up to the natural death إلى أن يموت هذه هي تعريف المرحلة الثانية من development اء طبعا المرحلة يسمى المرحلة المرحلة الذي يهتم بدراسة عملية تكون الجنين تدعى أمير المرحلة العلم الاجنة احنا قلنا كل شيء WGA تمثل علم فبذلك يكون علم الاجنة هذا البيولوجي ويعتبر طبعا فرع أو مجال من مجالات علم الحياة علم الحياة بيولوجي يتعامل معه دائما بالأمبريوجينيك and blastogenic process by which organism undergo progressive and orderly change in the structure and function during their entire life يتعامل مع التطور أو تكون وتدرج الكائن بتغيرات منظمة تحدث لهذا الكائن أثناء عملية تكونه واستمرار نشوئه ونموه فنتعامل معها طبعا هذا العلم يتعامل مع هذه المراحل ويكون ريستركتد إتسال إلى التطور من التطور يتعامل الأمبريوجينيك يتعامل هذا العلم مع عوامل جينية يتضمن عدة نواحي مع كل الأمبريوجينيك جينية جينية بايو كيميكال كيمياء حيوية وفيسيولوجيكال الفسيجية والمورفولوجيكال الشكلية فهذه كلها تمر طبعا الكائن من يتكون ويكون لكائن جديد تحدث تغيرات فيزيوية وكيميائية حيوية وشكلية وكذلك حتى في جنين في المادة الوراثية فيه يعمل يكون انقسامات يعمل تكون زيادة في حجم الخلايا زيادة في عددها وهكذا فهذا العلم طبعا سيتعامل وهذه الانواع من العلم نجي هسه بالنسبة الى الامبريوجينيسيز of the animal species في مرعد عبر مراحل اولا القاميتوجينيسيز اذ ما اقول لكم الامبريوجينيسيز بالنسبة للأنيمل الحيوانات شنو المراحل اللي مرغيها الفيسز او الستيجز الفيسز او الستيجز تقولولي اولا قاميتوجينيسيز او مثلا اقولكم اشرحوا واحدة من عددها فتقولولي القاميتوجينيسيز تحدث في هذه المرحلة الامبشاج هذه المرحلة تكون الخلايا الجنسية من الخلايا التي تكون هي عبارة طبعا خلايا جنسية ذكرية وكذلك خلايا جنسية ونثوية فتتكون لهابلويد يعني تحتوي على نصف العدد الوراثي يعني تحتوي على نصف العدد من المادة الوراثية الجينات وهذه عملية تكوين الأمشاج او وتكوين هذه الخلايا التي هي خلايا بالتالي خلايا النطف وخلايا البيض تكون هذه العالية تدعى بالقاميتوجينيسيز عمرية تكوين الأمشاج فدنه اذا كانت هذه الأمشاج positive اما اذا كانت انثوية طبعا الذكرية الذكرية تتكون بالتيستس أما الأنثوية تتكون لي بالعوفريز بالمبايض فالأنثوية قلنا عليها أووجينيسيز والذكرية سبيرماتوجينيسيز عملية تكوين النطف وعملية تكوين البيض وكل وحدة تحدث في مكانها المخصص يوما تكون في المبايض يوما تكون في الخصية النوع الثاني أو المرحلة الثانية من مراحل البيض هي عملية الإخصاب وهي تكوين خلية كاملة تحتوي على العدد الكروموسومي الكامل المادة الوراثية أو الجينية الكاملة حيث أن يكون هابلويد نصف عدد وراثي المفرد من الذكر ونصف العدد الثاني من الأم فستكون لي بيضة مخصبة هذه العملية تكوين بيضة مخصبة اول مرحلة الثانية من مراحل التكويل ناتج عن اتحاد النطفة مع البيضة وحتى تبدأ تتكون لكائن جديد تبدأ المرحلة الثالثة هي عملية الانقسامات يعني بعد ما تكونت خلية كاملة تبدأ هذه الخلية بقسم تكون لخلايا باشكال وانواع مختلفة حتى تكون لكائن الجديد تبدأ أول مرحلة الكليفاج طبعا في هذه المرحلة لا تتكويل لا تتكويل في هذه المرحلة لا تتكويل الكليفاج لا تتكويل الكليفاج كمية الديان اي الموجود و البروتين الموجود و الكلايكوجين و الدهون و اليوق الاصفر حتى تكون طبعا جاهزة لتكويل خلايا جديدة تدعى تكون ما يدعى بكتلة من الخلايا تدعى مورلة أول شيء ستتكون للمورلة اللي هي التوتة المورلة شنو هي طبعا شنو تعريفها هي بارة عن مجموعة من الخلايا الناتجة الكتلة من الخلايا الناتجة من عملية الكليفاج او الكليفاج اللي هي المرحلة الثالثة من المراحل الاسم الامبريوجينيس اما نجي على رح تبدي عدل المورلة شي تكون لي بلاستول لشون المورلة رح تبدي مثل الرسم مثل ما موضح بالرسم تصطف الخلايا فيها على شكل تجويف على شكل دائرة وتاركة في الوسط تجويف فيكون كتلة دائرية من الخلايا وفي داخلها تجويف هذا يدعى بال بلاستول له ومن ثم رح تكون لي بلاستو بلاستومير وهذه رح تحاط بفلود يملأ أو الفراغ أو التجويف الموجود في الوسط ومكونا ما يدعى بالبلاستو كول هذه العملية أو ملتي سيليولار بلاستولا كول بلاستولايشن هذه العملية تكوين أو تحول البيضة المخصبة من خلية واحدة إلى عدة خلايا مصطفة وتحتوي على تجويف ممتلئ بالسوائل تدعى عملية البلاستولايشن نأتي الآن على المرحلة الرابعة وهي من اسمها عملية تكوين القاستولايشن عملية تكوين القاستولايشن تدعى بالمعيدة شكلها قريب على أو شكل ما يشبه من المعيدة فتدعى بالمعيدة هذه المرحلة ستحدث حركة قوية لإعادة تنظيم الخلايا الموجودة بالنسبة للبلاستولايشن ستحدث من المعيدة المرحلة 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 تصطف بعد ما كانت بالصورة السابقة صف واحد من الخلايا تكون دائرية الشكل نفس ما شفناها سابقا بس أشوفكم إياها بعد ما كانت نفس ما شفناها في الصورة هذه الآخر مرحلة أنه تكونت صف واحد من الخلايا الذي يكون مصطف على شكل دائرة أو محيط دائرة هنا هذه الخلايا ستكون من صف واحد إلى صفين أو ثلاثة صفوف التي تكون ما يُعرف بالكاسترولة من الكاسترولة من الكاسترولة المرحلة الثلاثة المرحلة تكون الطبقات الجنينية التي تكون منها بقية الأنسجة ستبدأ تتكون من الكاسترولة يعني الكاسترولة هي بداية منشأ الطبقات الجنينية التي هي الإكتو ديرم والميزو ديرم والإندو ديرم الإكتو ديرم هي الخلايا الخارجية التي ستكون منها الجلد والميزو ديرم هي الطبقة الوسط من الخلايا والإندو ديرم هي الطبقة الداخلية من الخلايا التي تكون منها بعض أعضاء الجسم الداخلية فهي مثل ما قلنا هذه بداية تكوين الخلايا والإنسجة والأعضاء فيما بعد المعي البداي هذا التجويف الذي سيبقى في داخل الكاسترولة هنا سوف يدعى بالمعي البداي ما هو المعي البداية من الخلايا والإندو ديرم طبعا يكون محاط بالطبقة الإندو ديرم ما قلنا عليها سابقا اللي هي الطبقة الداخلية ويكون مفتوح إلى الخارج من صفحة واحدة يعني من جانب واحد هذا التجويف رح يكون لي الجهاز الهضمي فيما ضعت كنب رح يكون لي الجهاز الهضمي أو القناعات الهضمية لماذا؟ البلاستومير البلاستومير رح يكون لي رح يكون لي في حالة اللافقريات مثل الشقاقيات والشائكات الجلد لا فقريات لا أفوا تكون في اللافقريات تكون لي الفم البلاستوبور رح تكون لي الفم في حالة اللافقريات ما عدا ما عدا اللي احنا صحيح هي تعتبر جزء من اللافقريات لكن لا تتكون لا تكون الفم في حالة الشائكيات والجلد والشقيات اوكي الهيوتيرم والهيميكورديات لذلك تسمية تسمية بلاستوبور يعني تكون فتحة المخرج إذن بسهولة برخصكم ما سبق بالنسبة لموضوع تكون فتحة البلاستوبور هذي البلاستوبور رح تكون لي من المستقبل يا أما تكون لي ثم للكائن الحي الجديد بالنسبة لللافقريات أما بالنسبة للفقريات ونوعين من أنواع اللافقريات هي الشقيات والشائكيات الجلد رح تكون لي فتحة المخرج فيما تكون لي الفم يا أما تكون لي فتحة المخرج الآن هو المرحلة الخامسة هو organogenesis تكوين الأعضاء genesis قلنا تكوين فتكوين الأعضاء هذه المرحلة في هذه المرحلة رح يكون formation of the organs تتكون الأعضاء the continuous growing of the mass of three germ layers هذه الطبقات الجينينية الثلاثة اللي قلنا عليها اكتوذيار ميزوذيار انتوترم رح تستمر بالنمو مكونة أعضاء مستقبلية يعني بعد ما يتكون الكائن فتكون لي أعضاء هذه الأعضاء طبعا بمختلف أنواعها produce certain organ or part of adult body رح تكون لي العضو معين أو جزء من هذا من الكائن الجديد المرحلة الثالثة بعد ما تكون الأعضاء رح يكون مرحلة النمو استمرار في النمو الأعضاء زيادة في حجمها زيادة في تخصصها وتفاصيلها المرحلة 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 تصبح معالم هذا الكائن شبح واضحة عند ما تفحص تحت الجهاز السونار نمو ستتكون لي مادة نووية أكثر ستتكون لي سيتوبلازم أكثر خلايا تتكاثر أكثر و تتكاثر أكثر حتى زيادة في حجمهم حجم هذه الخلايا والأنسجة هل سيجي على المرحلة السابعة وهي الـ يحدث تمايز تشير إلى الأحداث التي تصبح بها الخلايا تختلف بعضها عن بعض في كل نسيج يعني في بادئ الأمر أنه ليس أصبحت خلايا تتكاثر حتى تطيني كتلة من الخلايا هذه الخلايا سوف تتمايز يعني يبدي كل جزء يتغير يختلف عن الجزء الثاني وهكذا يصبح تمايز بين الخلايا لإستمرارية تكون الأعضاء والأنسجة المختصة الجديدة ننشي على المورفولوجي تغير الشكل المورفوجينيسي المورفوجينيسي إلى تشيء والأرغانيسي والأرغانيسي سوف تتغير في شكل هذه الخلايا والشكل والحجم حتى تطيني الشكل النهائي للأرغانيزم بدي للكائن لجسم الكائن وبقية تفاصيل محتوى الخلوي الخلوي المورفوجينيسي يعتمد هذا الشكل على عاملين أولا المورفوجينيسي التمايز المورفوجينيسي شكلها المورفوجينيسي المورفوجينيسي وموقع هذه الخلايا حيث أن مثلاً خلايا المختصة لتكوين الكبد سوف تذهب في منطقة الصدرية اليمنى وبالمقابل مثلاً الخلايا المسؤولة عن تكوين العيون سوف تذهب إلى منطقة الرئيس إلى المقدمة العلوية وهكذا هذه التواصل كيف هذه الخلية تعرف أنه هذه الكتلة من الخلايا يجب أن تذهب إلى الجزء العلوي من الكائن هذه الكتلة من الخلايا يجب أن تذهب إلى الجزء العيمن هذا يتم عبر التخاطب بين الخلايا يكون يعرف هذا التخاطب أو يعرف هذا التخاطب بتخاطب كيمياوي فيزياوي هذا يساعد على التمايز وتكوين أجزاء الكائن الحي في أماكنها المخصصة طبعاً بالنسبة للسيلز وبالنسبة للأورغانز هذه التمايزات وهذه الانتقالات في مواقع الخلايا نفس ما ذكرنا سابقاً والأنسجة سوف تتم عبر التخاطب أو التخاطب أو التخاطب أو التخاطب كيمياوي الفيزياوي بين الخلايا لكي تصل إلى الشكل النهائي طبعاً هذه جزء من التخاطبات الكيمياوية هو يكون تخاطب بين الخلايا تخاطب هرموني نأتي الآن إلى المرحلة التاسعة وهي الميتامورفوسيز يعني تتغير أو تحول الشكلية حي حملية التمايز والتغير في الشكل والتحول تؤدي إلى إعطاء كائن حي جديد يكون جاهز كائن جديد بعد الهتشنك بالنسبة بعد التفقس أو الولادة بالنسبة لما قلنا للكائنات الولودة تكون similar to the adult animal يكون مشابه لوالديه معدى أنه يكون غير ناضج جلسياً لأن بعد مدة من الزمن فترة من الزمن سوف تتم استمرارية وتكوين نضج واستمرارية نضج وتكوين الأعضاء الجنسية ليكون في هذه الحالة ناضجاً هذه المرحلة المرحلة الأولى تدعى بالجوفينيل ستيج مرحلة الصبيانية يكون صغير بعد غير ناضج موجودة مو كل أنواع الحيوانات طبعاً هذا جوفيني ستيج يكون موجودة مختلفة مختلفة تدعى بالنسبة للمرحلة الصبيانية ومرحلة اليارقات بعض هذه الحيوانات عندما تكون في المرحلة الصبيانية ومرحلة اليارقات مرحلة صغيرة صغار العمر يكون أيضاً هناك تغير في الشكل يعني شكل الضفدع مثلاً عندما يكون في المرحلة الصبيانية يكون شبيه بالسمكة يحتوي على ذيل وقادر على السباحة شكله يشبه السمكة أما عندما تحدث عملية الاستمرار في النمو والنضج سوف تحدث تغيير في هذه الأنسجة لكي يعطي الشكل النهائي بالنسبة لهذا الكائن بعدما حدثت الولادة أو حدثت تفقيس البيض تستمر عملية التغيرات لبعض أنواع الحيوانات مثل ما ذكرنا بالنسبة للضفدع تحدث طبعاً تغيرات الفيزيائية ومورفولوجيكال تشينج وشكلية بالنسبة لهذه الأنواع إلى أن يصبح أدلت ليكون شبيه بوالديه هسه خلصت مراحل الإمبريولوجيه هسه برانش أوف إمبريولوجي شنو الأسناف اللي أو فروع العلم الأجنة يا أما يكون المدرن إمبريولوجي is truly scientific crossroad and meeting place of many signs مثل ما قلنا هو راح يكون يمر بعدة علوم أخرى تمر عن طريقة أسا نجي نترك هذا البرانش شنو الأصناف اللي هي توجد فروع للعلم الأجنة أولا بما يعرف بالدسكريبتف من اسمه وصف الديسكريبتف الديسكريبتف امبريولوجي يكون for centuries observation and descriptive of the different امبريوجينيك stage يكون يلاحظ في هذا هذا النوع من التصنيف الجنيني أو في علم الأجنة هذا النوع من علم الأجنة يعتمد على الوصف فيلاحظ observation عنده ملاحظة لكل مراحل التطور ومراحل تكوين الجنين ماذا يحدث في يصف ماذا يحدث في كل مرحلة في ontogenic development of the species depend on the notice يعني ياخذ يسجل ملاحظات كل مرحلة من هذه المراحل التي يمر بها الجنين هذا النوع من علم الأجنة نجي على النوع الثاني أو الفرع الثاني من علم الأجنة اللي هو comparative هم أيضا من اسمه معناه مقارنة فيقارن هذا العلم بين جنين وتطور جنين لصنف أو نوع محيّا من أنواع الكائنات مع جنين أو تطور جنين لنوع آخر من أنواع الكائنات الحيّة يعني يقارن بين هذا الجنين وتطوره وهذا الجنين وتطوره ويسجل الملاحظات في هذه الاختلافات نجي على النوع الثالث اللي هو experimental يكون تجريبي من اسمه الملاحظات و العروفات و هذا علم يعني、 متطور بالنسبة لل الملاحظات يعني réكون هذه من المراحل الأولى يونجست من المراحل الأولى حيث يدرس الإخصاب يدرس الانقسامات الكلفش وين يدرسها نذني المراحل كل هنوين عند غيبو أوكي يعني يدرسها في المختبر في أجواء مختبرية يكون جنين ويراقبه في المختبر في الضيبو عندنا هذا الفرع الجنيني أو فرع علم الأجنة الكيمياوي يدرس التغيرات الجزائية والكيمياوية بالنسبة للجنين التي تحدث له أثناء عملية تطوره نجي الآن إلى دورة الخلائية أو دورة الانقسامات وتكون السيل سايكل شنو معناها دورة الخلية اللي يتمر مراحل مراحل المتسلسلة المراحل التي تحدث في الخلية إلى أن تكون الخلية ثانية يعني إلى أن تتكون خلية الواحدة تكون خلية خليتين هذه المراحل التي تمر بها الخلية التي تكون خلية ثانية ويصبحها اثنيا يدعى بالسيل سايكل يختلف من كائن إلى آخر بالاعتماد على physical condition على الظروف البيئية وتمبريتر طبعا وتايد نوع الخلية السيل سايكل تمر عبر أربع مراحل أربع فيزات هذه همينة لازم تعرفوها تذكروها ومواصفات كل فيز كل مرحلة تتعرفوها الفيز الأول يدعى بالجي وان يعني كروث جي رمز أو الحرف لكروث هذا الكروث ستيج اش رح يحدث نيوكلير عن سايتوبلازم علاج زيادة في نيوكليرس في النواد في السايتوبلازم بالكروماتين يصبح يمتد وكذلك الرن أي سينثيس عملية تكوين الرن والبروتين عش بيها تكون فعالة وفعاليات العيضية تكون أيضا فعالة و this time the time of the active synthesis of RNA protein and reactive هنا activation يعني تحدث مثل ما ذكرنا الـ RNA والبروتين synthesis عملية تكوين RNA وبروتين وتضاعفة وتكاثرة مثل كذلك الـ DNA لكن رح يحدث رح يحدث أيض الخلية لأن بهاي الحالة الخلية غير يعني رح تكون متمركزة نحو مرحلة التكاثر فيكون أيضا في حالة الـ reactive that's low during the cell division رح تكون أبطأ في مرحلة انقسام الخلوي G1 is very variable يختلف في الوقت من كائن إلى آخر أو من خلية إلى أخرى 30 إلى 50 بالمئة من الوقت من الوقت الخلية وقت انقسام أو عمر مرحلة انقسام الخلوي هي تتمثل بالـ G1 يعني G1 يأخذ أكثر أوقات المراحل اللي تمر بيها أطول مرحلة هي G1 من مراحل دورة الانقسام الخلوي وطبعا قلنا تختلف من كائن إلى آخر ومن خلية إلى آخر بالنسبة 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 للخلايا السوماتيك الجسمية تحدث G1 بيها بيها تمر بعدها إلى G2 وهكذا العفو إلى S phase وهكذا بقيت البراحل فقط خلايا L Neurons الخلايا العصبية تبقى في مرحلة LG1 ما تنتقل إلى مرحلة S phase ليش؟ لأنهم مثل ما تعرفون أنه الخلايا العصبية غير قابلة للانقسام غير قابلة للانقسام لذلك ما تحدث عندنا في الكائنات الحية وفي الحيوانات والإنسان إصابات في الجهاز العصبي أو في الأعصاب سوف تؤدي إلى تلف وعدم الإصلاح بالنسبة بالغالب طبعا بالغالب ليش؟ لأنه طبيعة الخلية العصبية هي خلية غير انقسامية نجي الآن إلى S phase إنه غالبا طبعا هسا نجي على S phase اللي هو Synthetic phase أهم يعني أيضا يرمز إلى S دلالة إلى Synthetic دلالة إلى التصنيع هذه ميزات هذه المرحلة تكون Replication of DNA and synthesis of the histone أكار تحدث تضاعف للDNA والهستونات اللي تلتف عليها الDNA همينا تتكاثر وبالتالي DNA موليكول شبيهة تصبح دبل تصبح كميتها ضعف دلالة رح يصبح كميتها ضعف و سوذات رح تتكون ل جين or two DNA molecule of 2N رح تتكون لضعف جينات يعني جين مثلا جين رقم واحد رح تتكون لجينيا من رقم واحد جينيا من رقم وهكذا ليش لأنه حتى تهيي على تكوين جينات كاملة مشابه للجينات الأصلية لتكوين نواد كاملة مشابه للنواد الأصلية وبالتالي تكوين خلايا وسيتوب لازم كامل مشابه أو منشاق من الأول ونجي على في في نهاية هذا المرحلة قلنا كل جين هيكون جين ثاني شبيه إلي two sister chromatid with one centromyl cell is early and early embryos are completely located in space okay this short generation time have and this cell have no G1 and G2 like prokaryotic بعض الكائنات مثل حادية النواة مثل البكترية ما لا تحتوي على G1 G2 لا تحتوي على مراحل G1 G2 this means that total genomes dna replicates 100 times faster in early embryo than late embryo or adult tissue عملية تضاعف وتكاثر الجين في هذه المرحلة تكون أسرع بمئات المرات في من الحالة الطبيعية بالنسبة للخلايا الناضجة والأدلت قدنا على G2 face اللي هو المرحلة الثالثة قدنا الثاني G2 face this second gap called the growth face present in less time ياخذ وقت أقل من الانقسام من G1 face أوكي آه عد السيال نو is ready تكون جاهزة تنتهي لما يتوتيك ديفيشن إلى الانقسام الفتيلي or M face حيكون بعد يهت ذهب إلى M face طبعا مختصر هذا المخطط الدورة لأمانكم هي المراحل التي تمر بها الانقسام الخلوية الانقسام الخلوية شنو هس الانديكيشن الانديكيشن هو الحث الانديكيشن هو الحث بسهولة simple meaning يعني السهولة تعريف الانديكيشن هو تأثير أو تحفيز عضو امبريونيك تشو نسيج جنيني على نسيج آخر يعني نسيج يأثر على نمو نسيج ثاني عبر إرسال إشعارات أو أي كيميائيات أو أي مؤثرات تحث النسيج الآخر على النمو تحفيز من نسيج أو خلية إلى أخرى لاستمام عملية النمو وتكون الجنين لا حتى بعد الولادة توجد عملية أو تحدث عملية الانترودكشن في الفقريات تحدث عملية الحث of ميزو ديرم and the امبريونيك the ميزو ديرم induced the nervous system during gastrulation رحي حفز لي induced the nervous system رحي حفز لي على تكوين nervous system يدعى يدعى ب مثل ما قلنا الميزو ديرم رح تحدث لي حث للجهاز العصبي هذه العملية عملية الحث تدعى بال primary induction أول عملية حث تحدث بواسطة الميزو ديرم للجهاز العصبي بعدها سوف تحدث عمليات حث متواصلة تبدأ secondary induction هذه secondary هي عملية الحث الثانية تحدث نتيجة من حث الجهاز العصبي لنسيج ل induce other structure حي يحث بقية بقية الأعضاء والأنسجة وهذا الحث الثاني يدعى بال secondary induction and الخلايا التي تكون التي تكونت نتيجة حث الثاني الناتج من الخلايا العصبية أو النسيج العصبي سوف تؤدي أيضا إلى حث خلايا أخرى هذا ما يدعى ويسمى بالحث الثالث الترشيلي induction ال differentiation نفس ما ذكرناها ال differentiation عملية التمايز 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 ويسمى الخلية تصبح متميزة بعملية تدعى بال differentiation تصبح أكثر تخصص become specialized توجد ثلاث طرق لأمليات أو تكوين عمليات التمايز أو حدوث عمليات التمايز أولا بايو كيميكال ويطريقة الكيبية حيوية الهيموغلوبين بايو كيميكال ويطريقة البيو كيميكال الطرق الوظيفية بالنسبة للطريقة الثانية التمايز لأن تؤدي وظيفة معينة كأن يكون بالمسل فايبرز تصبح في الخلايا العضلية هناك خلايا وعلياف عضلية مسؤولة عن شنو؟ الكونتركشن إذن يحدث تمايز لهذه الخلايا لأن تؤدي وظيفة معينة تميز نفسها عن بقية الخلايا نفس النسيج تكون هذه الخلايا تميز نفسها عن خلايا شبيهاتها في نفس النسيج مثل فايبر تو كونتراكت نجي الآن إلى ما يدعى بالسيل ديث السيل ديث اختصارا أو ما يعرف أيضا بالبروغرام سيل ديث أبوبتوسيس الموت الببرمج أو ما يدعى بالأبوبتوسيس توصل الخلية عندما تشيخ إلى مرحلة الموت موت الخلية تلعب دور كبير بإمهشاء أمنا أن نسيج 對不對 فالBS في دور كبير التennية لكلترنية لصي Cer keine أثناء لهم كبير موت الخلية cock النسيج تحميل الفيديانة في دور موط المانا من المش HOY كبير عملية موت بعض الخلايا تحدث أثناء تكون أو اكتمال الكائن الحي فسوف تنتهي أهمية أو وظيفة بعض الخلايا مثل ما ذكرناها سابقا قلنا تبدي تموت الخلايا المكونة لذيل الضفدع لكي يتم التخلص من هذا الجزء وهذا يساعد الحيوان على أن يتطور ويترك المعيشة في الماء ثم يذهب إلى اليابسة بعد فقدان هذا الذيل الذي يساعده على السباحة هذه كلها من مراحل النمو والتطور كذلك separation of digits الانفصال بين الأصابع توجد خلايا وأخشية بين الأصابع اليد بالنسبة لبعض أنواع الثديات أثناء عملية قدما يكون جنين أو يكون في مرحلة الصبيانية قدما يتم زيادة في نضج هذا الكائن سوف تختفي هذه الأخشية بين الأصابع لبعض أنواع الثديات حتى يصبح في شكله النهائي كأصابع منفصلة هذه الأبوبتوسيز to be genetically hormones sometimes play important to stimulate the death of the seal طبعا يكون تحت تأثير نفس ما ذكرنا سابقا تأثير كيمياوي أو فيزياوي أو جيني فهنا يكون تحت تأثير كيمياوي اللي هو الهورمونز مثلي التأثير كيمياوي والثروامية هذه كلها طبعا مراحل من مراحل التطور الجنيني واشتنشوف هنا شون الأصابع شون بيناتها أخشية تبدي تموت هذه الخلايا الموجودة بالأخشية لكي تبرز الأصابع منفردة عن بعضها البعض الآن نجي إلى مصطلح ما يدعى بالregulation وregeneration هذه آخر مصطلح during early development بالنسبة لمراحل أولى للتطور الجنين of the organ والخلايا والأنسجة والأعضاء غالبية most vertebrates have supernatal ability to recognize whether the structure is intact if part is lost or damaged by accident the loose recognize and stimulate the repetitive process يعني لها قابلية عملية إصلاح الخلايا التالفة if that occur before differentiation of the structure the restoration of the muscle material is called regulation هي عملية regulation بصورة عامة والregeneration عملية التنظيم وعادة التوريد فالخلايا التي تحدث بها ضرر تستطيع أن ترمم نفسها أو تستبدل هذه الخلايا المتضررة بخلايا جديدة فهذه عملية تكوين وعادة ترميم الخلايا المتضررة وتكوين خلايا محلها جديدة عد ما تكون في مرحلة قبل differentiation قبل التمايز يدعى هذه العملية كلها تدعى بالregulation لكن عد ما تكون بعد مرحلة differentiation regulation بعد تكون بعد مرحلة differentiation سوف تدعى في هذه الحالة بالregeneration يعني مثلا إدمات الضرب خلايا الكبد لإنسان ناضج postnatal life missing structure can be replaced سوف تستعاض أو تعوض بخلايا جديدة هذا بالنسبة للكائن الناضج مثلا في حالة عد ما يكون الكائن الوزق قطع في الذيل عندما نحدث قطع في الذيل بعد فترة رغم أنه ناضج يعني قد تجاوز مرحلة النضج وتجاوز مرحلة التكوين الجنيني لكن عد ما نقطع ذيل الوزق سوف نلاحظ أنه لديه قابلية على تكوين ذيل جديد كذلك بالنسبة للكائنات الحيوانات اللبائن مثل الإنسان عد ما تم قطع جزء من الكبد أيضا تحدث بعمليات regeneration إذن عملية استبدال هذه الخلايا أو ترميمها أو إصلاحها عد ما تكون في مراحل الإنسان أو الكائن الحي أو الحيوان ناضج هذه تدعى بـ regeneration لكن أد ما تكون في مرحلة تكوين الجنين وبعد ما يعني ما متكون كاعن ناضج وتحدث عملية إعادة ترميم خلايا هذه تدعى بالـ regeneration نجي هنا أيضا نلاحظ regulation is the basis for the development of the identical twins بالنسبة بالنسبة أيضا الـ regulation نلاحظها أيضا فيها حالات حالات الأجنة التوأم الأجنة twining in mammals في الثديات رح نلاحظ عملية الـ regulation واضحة في مراحل تكوين الجنين اللذان يكونان من توأم لنفس الأم والأب رح نلاحظ تكون لي two emperios is incomplete this result in the formation of conjoint twins وذكرنا أيضا regulation في المقطع الأخير كما ذكرنا هو آنفا هذا القدر نتهي من محاضرة اليوم وسنبدأ في الوقت الذي لاحق الاستماع إلى بعض أسئلتكم واستفساراتكم ليتم الإجابة عليها وكما تطرقت مسبقا سوف تكون هناك في المحاضرات اللاحقة في الساعة الثانية في ربع ساعة فقط من الساعة الثانية من المحاضرة يكون هناك اكوز أو امتهان بسيط عن هذه المحاضرة وتستمر هذه الآلية في كل محاضرات اللاحقة حيث أن كل محاضرة نعمل لها امتحان بسيط في الوقت المحاضرة التي تليها ترجمة نانسي قنقر